اشتركوا في القناة لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم إن أحب أحد العالم ليست فيه محبة الآب لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة هذا ليس من الآب بل من العالم والعالم يمضي وشهوته أما الذي يصنع مشيئة الآب يثبت إلى الأبد بتحب يسوع؟ بتلازم يسوع على فكرة المسيح يطالب بالولاء الكامل والانتماء الكامل المسيح يطالب بالخضوع الكامل المسيح يطالب بالتكريس الكامل والإرادة الخاضعة والطاعة الكاملة والذهن المستنير والمتجدد أيضا هدف واحد وقلب موحد الغير مجزأ الغير منقسم قلب كامل إما الله أو محبة العالم محبة المال على فكرة المال سيد قاسي جدا كم من المقاسي؟ كم من الحروب؟ وكم من الأسر التي دمرت؟ كم من أخ قتل أخوه بسبب غيره؟ كم أخ قتل أخوه على قطعة أرض ثانية؟ كم من الدماء التي سفكت في أراضينا وبلادنا عم بيموتوا من أجل الأرض ونسيوا أنه الإنسان هو قدس الأقداس مخلوق على صورة الله الصورة الأدبية الرحية نفس الإنسان قيمتها أعظم من كل أراضي وكل ممتلكات الدنيا لدرجة قال يسوع ماذا يجد النفع لو ربح الإنسان العالم كله كل ما في هذا العالم وكل ممتلكاته وكل جواهره وكل قيمه وخسر نفسه أو ماذا يعطي الإنسان؟ فداءً عن نفسه المال حقاً سيد قاسي بسبب محبة المال وعندما نهتم بالأشياء أكثر من الخالق فتصبح عبادة أحبائي أحب عبارة تعلمتها من صديق لألي قال هذه العبارة المال يميل والفضة تفض والذهب سيذهب فماذا يبقى أحبائي؟ كل شيء فاني وقبض الريح أعبد الرب فتكون سعيداً سعيد اللي فعلاً بيتمسك واللي بيحب الرب بتكون سعيد على الأرض وبتكون غني في الإيمان وطبعاً الأبدية من نصيبك أيضاً الآية بتقول لأن محبة المال أصل لكل الشرور لاحظ مش المال المال ممكن يكون بركة إبراهيم كان غني وإيوب كان غني لكن ممكن تكون بركة للكنيسة وللمجتمع وإنه تخفف من مقاسي الناس ومشاكل الناس بناء مستشفيات مدارس ملاجئ إلى آخرها لكن شو المشكلة لما بيتسلط عليك المال لما بتصير تحبوا للمال بتناموا عن بتفكر فيه مكتوب لأن محبة المال أصل لكل الشرور الذي إذا بتغاهوا قومهم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة بحب الترنيم اللي بتقول لا ينفعك المال كلا ولا الجمال تتغير الأحوال لما يسوع يجي لا ينفعك دينار كلا ولا الدولار ستحترق بالنار لما يسوع يجي أين هو قلبك حيث يكون كنزك هناك يكون أيضا قلبك من هو سيدك إذا أنت عايش للعالم وملزات العالم أقول له يا رب سامحني ارحمني فيه إشياء اللي هي أكثر مسرّة البر والحياة الأبدية صلي أنه الرب يدخل لحياتك ويسندك ويساعدك وأنا بصلي كمان أنه تكون بركة لحياتك على فكرة أنا بحب أسمع منك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر